مع مرور كل يوم من عمر الانقلاب الحوثي تصبح حياة المواطنين عرضة للخطر أكثر إن كنت طبيباً في بعض المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي فإن مهامك لن تكون سهلة فقد فرضت الميليشيا ضريبة دخل جديدة على الأطباء العاملين في المستشفيات الخاصة وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب الضرائب في صنعاء فإن على كل طبيب دفع 4% من تكاليف أي عملية يتم إجراؤها في مستشفى خاص في حال كان لدى الطبيب رقماً ضريبي وفي حال لم يكن لديه رقماً ضريبي فإن النسبة ترتفع إلى 15% الحملة تهدف إلى إجبار الأطباء المتخصصين على العمل دون مقابل كما تقول مصادر طبية لم تكتفي الميليشيا بتضييق حياة العاملين في المستشفيات الخاصة على هذا النحو بل أصدرت إلى جانب ذلك تعميماً للمستشفيات الخاصة بإيقاف أي طبيب يعمل لديها إذا كان منقطعاً عن دوامه الحكومي أما إن لم تكن طبيباً وكنت تاجراً فحياتك لن تكون سالكة أيضاً حواجز كثيرة يضعها الحوثيون أمام كسبك للرزق المشروع فبعد إفلاس رؤوس الأموال الكبيرة أو هجرتها خارج البلاد تعمل الميليشيا على تدمير التجار المتوسطين ليزداد كل يوم عدد الملتحقين في قائمة أرقام الأزمة الإنسانية الواسعة في هذا الفيديو يحرق أفراد ميليشيا الحوثي مصنوعات التجار والخياطين من العباءات النسائية التي تحمل بعض النقوش أو الزينة وتقول إنها تهدف من خلال هذا العمل إلى المحافظة على الآداب العامة في انتهاك تام لمبدأ الحرية الشخصية فرض الضرائب الدائمة والممنوعات وقائمة أخرى من الأشياء سيكون عليك لزاما أن تؤديها أو تتجنبها فكل شيء في هذه المناطق بدءا برأس المال وحتى الموظف البسيط يخضع لنظام الابتزاز اشتركوا في القناة